بعد أربع سنوات على دخول التحالف حربا في اليمن يقف البلد على وضع لم يكن يخطر ببال اليمنيين يوما مناطق مشتعلة هو العنوان الأدق توصيفا لما تعيش حاليا ما تسمى مجازا بالمناطق المحررة عدن شبوى سقطرة والمهرة بما يعني أبرز المدن التي لا يسيطر عليها الانقلابيون جميعها تعيش الطرابا واقتتالا منذ تحريرها من قبل الحكومة والتحالف في جديد المواقف الرافضة لسلوك التحالف في اليمن كتب رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر مقالا أشار فيه إلى خطورة مشروع تقسيم اليمن في إشارة إلى ما يقوم به التحالف اليوم في المناطق المحررة محذرا من أن مشروع التقسيم إن حدث فلن يتوقف على حدود الجغرافية اليمنية في شبوى اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في مواجهة وصفها البعض أنها محاولة انقلاب على الشرعية في المحافظة وفي سقطرة أفشلت القوات الحكومية مؤخرا محاولة مسلحين تابعين للحزام الأمني السيطرة على ميناء الجزيرة وفي المهرة أيضا يدور الصراع بين المواطنين والقوات السعودية على النفوذ في أقصى شرق البلاد إذن صراع غير معلن بين أدوات التحالف في اليمن والشرعية على خارطة النفوذ في المحافظات المحررة فيما ميليشيا الحوثي لم تعد حاضرة في قائمة خصوم التحالف الرئيسيين ما يجعل المشهد يبدو مختلفا تماما عن ليلة تدخل التحالف في مارس من العام 2015 ترجمة نانسي قنقر